للي خاضر جماعة معانا من اول حصة. احنا كانت اول وتاني حصة. حصة استقيلة شوية غلصة. خلاص انت خلصت الغلاسة. ليه? لان حتة جماعة مسائل الايه? اللي احنا كل شوية حلقت فيها لحد ما نفهمها ونستوعبها مرة واثنين وعشرة. زي ما قلت لك في دايريكت وفي ان دايريكت. احنا رجعناهم مرة واثنين. وحرجحهم تالت. وحرجحهم رابع. بس احنا بعب. ازاي? وقت ما احنا بنشرح. هنلقت كده مسائل قديمة. طب انا دلوقتي يا مستر هشتغل ايه? انا دلوقتي يا جماعة هشتغل على حاجات ممكن معانا من جينيور فور. النهاردة جينيور فور وجينيور فايف وجينيور سيكس. هتحس ان الموضوع مختلف شوية. ازاي? بص كده جماعة حضرتك على البورد. هتلاقي ان انا عندي. فاكرهم يا عمر يا مصطفى? عمر? ايه يا مستر. ايه هما يا عمر? ايه هما يا عمر? صوليد وليكويد وجاز. تمام. صوليد استيت. ليكويد استيت. جاز استيت. هتحس جماعة ان حصت النهاردة وقع كده من جينيور سيكس جيالك بمبوناية. ما هو بقى غلص عليك بالدينيستي والكلام ده في الحصة الاولى والتانية. كان الموضوع بالنسبة لك صعب. لكن النهاردة هتحس ان الجزء الاولاني مختلف شوية. نبص كده على البورد. الليستيس اللي عندي دول يا جماعة اللي هما التلاتة اللي هما الصوليد والليكويد والجاز. دول ما لهم? قال لك انا ممكن اتنقل ما بينهم بخطوات. تعال كده افتكر مع حضرتك. انت كان الكلام ده عليك في جونيور فور. اللي يحصل? what happened? if you have a piece of ice. مش البيسوا في ايس دي جماعة. صوليد ولا ليكويد ولا جاز? صوليد. لو انت جبت حتة التلك وعملت لها في الاتجاه ده. حد يعرف ايه اللي هيحصل للايس? هل هيفضل ايس سندوس? هيتحول ليه? لليكويد تمام? اللي هو هيروح رايح للووتر. اللي هي الليكويد ستيت. مين شطر جماعة يفتكر? ايه البروزز ده هيت? ايه البروزز ده هيتفضل? افابوريشن? غلط? حد فاكر البروزز دي? ياد? لأ. بتبدأ بحرف الام. اكسلانت. ميلتينج. كان عندنا جماعة دي اسمها ميلتينج. ميلتينج بروزز. يعني ميلتينج بروزز? يعني انصهار. بالبلد دي كده الحاجة تسيح. زي دلوقتي كلنا مثلا بنشتري ايس كريم واحنا ماشيين. الايس كريم لو ايه? سبته فترة. هيبدأ جماعة يتحول لليكويد ستيت. يبقى شبه العصير كده. ليه? لان هو حصل له ميلتينج. يبقى كلمة ميلتينج. دي تشينج of the matter. from estate to estate. ها. صولد ستيت تو لليكويد ستيت. باي ايه? هيتينج ولا كولينج? هيتينج. برافو. مين شاطر? ياخد الساكند ستب. اخدت الووتر وسخنتها. هل حتفضل ووتر زي ما هي تفضل? هتبقى ووتر فيبر. برافو. طب الووتر فيبر دي ليه? استيت. بويلينج. دي استيت. الووتر فيبر. جاز يستمام. حد يعرف اسم البروسس دي. زياد حافز. مفضل يا زياد. ريتين. مفضل. مفضل. غلط. ايفابوريشن. ايفابوريشن بروسس. من شاطر يقول لجماعة. ديفنيشن للإيفابوريشن. تاني. عشان تطلع اي ديفنيشن. تقولي القاتي. نقاطية. نقاطية. نقاطية من Wirna. من Erbach نقاطية 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 من نقاطة ايه يا ميستر الكلام ده? النقط الاوانية دي عبارة عن تعالي حبيبي بعد ازنك. النقط الاوانية دي جماعة اول النقط التانية تاني ما عليش ناسف. يبقى النقط الاوانية عبارة عن حاجة هتقول بقى solid او liquid او gas والتانية نفس الكلام. وتروح ايه لجماعة buy كزا buy ايه buy heating او cooling. ما عليش عشان بيتكلم ده. هنفصلوا الموضوع ده. يلا جماعة كده براحة. ها من شاطر يقول لي يبقى تعريف الملتنج. حد يعرف يقول تعريف الملتنج كده? خلاص اتفهمت. احط it is a change of matter from not to not state state by كزا. فضالي رؤيا عصار. it is a change of matter from solid state to liquid state by by heating. سانكس فريد احمد. يلا يا فريد. افابوريشن. it is a change from liquid to gas by heat. it is a change of matter from liquid to gas by heating. حاجة صعبة جماعة? حاجة صعبة يا شباب? كان عليك الكلام ده على جينيور فايف او فور. هو ايه اللي يحصل لو خليت المية وهي ووتر فيبر طلعة? وقابلتها بحاجة ساقعة. غطى ساقعة مثلا. هل هتفضل ووتر فيبر? هتلاقي ماموها بتعمل مثلا بتغلي مية للمكارونا ولا حاجة الغطب يبقى مليان ايه? مية صح? يبقى حيرجع تاني من ووتر فيبر لووتر. مين شاطور جماعة يقول لي دي كان اسمها ايه? على فكرة احنا مش عايزينها. بس انا نقولها بالمرة. حد يعرف فضل? اكسلانت كوندنسيشن. تعرف يا حبي تعريف الكوندنسيشن? ها? it is the change of matter from? it is the change of matter from gas state to liquid state by? لا. باي هيتينج ولا باي كولينج? كولينج. تمام. حد يعرف اخر خطوة. لما حول بقى المية للآيس. على اسم المكان. غلط. ازاي افابوريشن? اتفضلي. فريزينج. تعرف يا تقولي تعريف للفريزينج بروسس. ها? it is the change of matter. from نقط state to نقط state by كزا. ايوا. it is the change of matter from liquid state to solid state by? by? كولينج. تمام. طيب يا مصر هو اللي حضرك محتاجه ايه? انا محتاج حاكتين. محتاج الملتينج. محتاج الملتينج ومحتاج الملتينج. طب نركز كده حضرتك عشان تبقى عارف. احنا اخدنا الفيزيكل بروبرز. لو تفتكر معانا. الفيزيكل بروبرز كانوا ايه? اول واحدة. تيست. كالر. سميل. صح كده? تاني حاجة. دينستي. التيست كانت بتفرق اما من مسلا الشجر والسولت. الكالر بين الجولد والايرن. السميل بين الفينيجر والبرفيا. دخلنا في تاني حاجة دينستي. قلنا الملتينج اللي عندها. لو دينستي بتعمل? فلوت. والملتينج اللي عندها هاي دينستي بتعمل? سينك. ركز كده معانا. فانا دلوقتي حاخد الملتينج. ازاي الملتينج يميز ما بين المواد? هو الاول يعني ايه كلمة ملتينج بروسوس? ياريت بقى كل اللي قاعدين. it is the change of matter. ها. from a to a. from solid state to liquid state. باي. باي. صح صح كده معانا. اللي هو قضرتك. لما اجا اقول لك انا عندي الحاجات اللي جاية دي. ice. water path. and thermometer. طبعا عارفين السيرمومتر ده اللي هو مين? silasius. لان ده شغال مع الليكود. فاكرين كده عندك اتنين. medical way silasius. صح صح كده? هشرح لك التجربة كرسم كده ها. bring the basin containing water. اللي هو water path. يعني جيب الاناق اللي فيه المية. وحطي فيه كده جماعة. فوقيه كده اناق تاني فيه ice. مين شطور يقول لي? هو الايس ده? هيعمل float ولا sink. مهما تحط ان شاء الله لو حطيت جبل. لازم الجبل يفضل فوق وشوية المية يفضله ايه? تحت. لان الايس low ولا high than water low. اخف من المية. واحط كده. سيرمومتر. سيرمومتر. جنب التالك. وابدأ احط فليم. حد يعرف فليم يعني ايه? لهب. شاطر. مين شاطر يفكر كجا معه يقول لي. what happen after passing time? قل لي ايه اللي حيحصل الاول للمية? وبعد كده ايه اللي حيحصل للايس? حاول. تفضل يا اياد. الووتر will boil. هتغلي. بعد كده. الايس will melt. تمام? قال لك يا جماعة. اول يا. كنت الاسم? ها. اروى. اول ما اروى الايس يبدأ يا جماعة. يعمل melting. تبص على الترمومتر. هتقدر بكده تقيس حاجة اسمها. تاني كده. اول ما تلاقي ان الايس بدأ يعمل تبص على الايه? على الترمومتر. يبقى انت كده تقدر تقيس حاجة اسمها الملتنج ايه? point. ايه يا مستر الملتنج point دي? قال لك الملتنج point دي جماعة. نفس تعريف الملتنج. اهو. تاني. ادي الايس فوق. محطوط في السرمومتر. هبدأ اسخن من تحت. اول ما اسخن. المية ايه? تغلي. اخد حرارة. فتخلي التلج بالبلد كده يسيح. يعمل الملت. فانت بكده جماعة. تبص على السرمومتر. تقدر تحسب حاجة اسمها ملتنج point. الملتنج point دي يا مستر. تنبريتش. درجة حرارة. درجة حرارة. اللي المطر بتبدأ عندها ملتنج point. اهو. it is the temperature at which is a matter. begin to change from a solid state to liquid state by heating. مين شاطر يقول لي? هو ايه الفرق ما بين تعريف? الملتنج point والملتنج process. هناك الكلام بدأ بكلمة it is the change على طول. لكن هنا لازم تحط كلمة ايه في الاول? bravo excellent. يبقى انت جماعة لو لقيت كلمة temperature يبقى انت بتتكلم عن الملتنج point. وده اللي بيضيع الطلبة. يبقى انا عندي تعريفين. لو جيت قلتلك it is the change of matter from solid state to liquid state by heating. او it is the temperature by which المطر change from solid to liquid by heating. مين شاطورة جماعة ويرفع ده ويقول لي. يقول لي ايه الفرق بين الاتنين? هل في فرق بين الاتنين? ايه الفرق كلمة ايه? temperature. لقيت temperature يبقى الكلام هنا هيبقى melting ايه? point. ملاقيتش temperature يبقى الكلام هيبقى melting process او melting بس. حاجة صعبة جماعة? ايوة مستر هو داي فرق المطر عن بعضها ازاي? احنا كنا في test بنفرق. في color بنفرق. في smell بنفرق. في الدينست بنفرق. برضو يا جماعة في الملتنج بوينت بنفرق. مين شاطر يقول لي? what happened if we started to melt? لو بدأنا نسيح. واكس وايرن. عديد وشمع. مين شاطر يقول لي? the time needed to melting them is equal or not? هل الوقت اللي انت محتاج عشان تسيح الاتنين? قد بعض? طبعا لا مختلفين. طب مختلفين ازاي يا حمزة يا عمر يا فايز? عمور. ايوة حضرتك يا مستر. مختلفين ازاي? اه الواكس اه بيحتاج اه وقت اقال من ايرن فهيحتاجه اه ملتنج بوينت اعلى. الايرن هتحتاج ملتنج بوينت اعلى. اه تمام. الواكس هياخد وقت اقل بالبلدي يا جماعة هتحطه على النار هيسيح على طول صح? اه. فده بنقول عليه جماعة ان هو لو ملتنج بوينت. يعني بدرجة حررة قليلة بيسيح على طول. طب الايرن هل بدرجة حررة قليلة جماعة? هل هل هقول عليه لو? هقول عليه ايه? هاي هاي ملتنج بوينت. يبقى انا برضو الملتنج بوينت قسمت لي المواد ده ولا ما قسمتهاش? ها قسمت لي المواد ده ولا ما قسمتهاش? قسمتها طب ما تيجي نلعبه لعبة كده مع بعض. مين شاطر يا جماعة يحاول معنا? يحاول معنا في اللي جاي ده. خد الكلمة وحطها في مكانها. يعني مين يحاول كده معنا? فريدة احمد تفضلي يا فريدة. الواكس هيبقى في اللو ملتنج بوينت. شكرا يا فريدة. شكرا. الواكس في اللو. الايرن تفضلي? لا. تفضلي? ايوة. الايرن في الايرن في الايرن. دكرة لا 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 هي مرة واحدة يا فريدة. ها تفضلي. الايرن هاي. زياد حافز? يلا زياد. ايه الكبر في الايرن. الكبر في الايرن. ها البطر الزبدة. تفضل. في اللو. الايس التلك. ها تفضل. لو. يبقى انا عندي ثلاث حاجات اللي عليك في المنهج لول هم مين? ايس باتر واكس. ايه? ايس باتر واكس. التلج والشمع والزبنة. طب هل بقى المواد ده جماعة? حيبوا ايه? الميتلز? الميتلز كلهم? هاي ملتنج بوينت. هاي ملتنج ايه? هاي ملتنج بوينت. يبقى انا قسمت المواد ده خلاص. طب الكلام ده بقى انا استخدمته في ايه? استخدمته بقى كعقل بشري. نوعه يستخدمه في حاجات كتير خالص. زي مثلا. طبعا ده كومي وهي صغير. كان بيقعد جنب امامتو ده بتطبخ. حضرتك يا جماعة. يوزينج ده الامونيوم او ستال ستيل. ان ميكينج كوكينج بوتس. يعني ايه كوكينج بوتس يا جماعة? اواني الايه? الطاهي. حد يعرف ليه اواني الطاهي من الالامونيوم? لان الحاجات دي low or high? high. مهما حطيتها على النار ما تسحش. تخيل عملت حلة من الشمع. جيت اعمل بقى صنية بطاطس من الشمع. هل لما حط البطاطس هلها هتنتبخ? ده اول ما هتحطها على النار الشمع ايه اللي هيحصله? هيسيحه مع السلامة. يبقى الالامونيوم غير انه هو good conductor of heat. هزود عليه انه هو low or high? high. حاجة صعبة يا جماعة? يبقى ده الالامونيوم والستيل ستيل. اللي هو الايرن لما بيعملش رست. والتاني حاجة. الكابر جولدالوي. اللي انا بستخدمها في الديكوريشن. اللي هي الزينة. اللي هي النيكلس. آآ رينج. اللي هو حلق. آآ دبلة. آآ حضرتك ايه? آآ خاتم. كل الحاجات دي جماعة. آآ انسيال. سلسلة. الحاجات دي جماعة لو كانت تعملت مش شمع. كان ايه اللي يحصل? وماما كده ماشية. ماشي ايه اللي هيحصل? او بابا ما هو لابس برضو خاتم او ايه? او دبلة. كان شوية الحر ايه اللي يحصله? يسيح الايه? الحاجة ده هيت. يبقى الحاجة دي برضو الكابر جولدالوي في الديكوريشن. عشان هي يا جماعة عملها هاي ملتنج ايه? عندنا سلك جوه. ها المكوى اسمه نيكل كرومالوي. اسمه يا جماعة? ده عبارة عن هيتينج كايل. الشاطر اللي فاكر التنجاستن. التنجاستن اللي كان جوه اللمبة. فاكرينه? التنجاستن يا جماعة اللي جوه اللمبة? كان حضرتك. وين ده الكتريس يباصل رؤيت? ايه اللي بيحصل له? اتقيمة سئيت بيسخن وبعد كده بيطلح حرارة. ده بقى يا جماعة بيسخن. يعني حضرك لما بتحط سلك الكهرباء بتاع المكوى. المكوى هل بتفضل سيبه ايه اللي بتسخن? عشان كده هو اسمه هيتينج كايل. تمام يا جماعة? يبقى تاني. انا عندي الامونيوم واستيل ستيل. دول بيستخدموا فيه الكوكينج بوتس. نيكل جولد كابرالوي بيستخدم فيه الديكوريشن. وي النيكل كورون بيستخدم في ايه كويل. حاجة صعبة? دي اسمها يعني ايه سباك? اتعاملت ازاي? ان الحاجات بعمل لها ملت? واضفهم على بعض. يبقى فكرة هل فيها صعوبة? لما نيجي نروح لل النقطة التانية. النقطة التانية بقى جماعة سهلة. ليه? لان انت حتتكلم عن البويلينج. مين شاطر يحط لي الفراغات الاولانية? البويلينج بروسس. هتبقى ايه يا هانا يا عصام? فضل يا هانا. بويلينج يعني غليان. زي ما قالت زملتنا. من ليكويد. وايه تانية يا توتا? باي ايه? باي هيتينج. اكسلنت. هل دي جماعة زي الملتنج? الملتنج كانت من ايه لإيه? من صلد لليكويد. مين شاطر يقول لي? البويلينج بوينت. هيبقى تعرفها ايه? صدر يا هسين. ها? ها? it is a change. it is temperature at which is the matter begin to change your flom? لكويد state to gas due state by? ها? باي ايه? باي هيتينج. حاجة صعبة جماعة? حاجة تقسم حاجات ركز معانا. كلنا بناخد في الدراسات ان احنا بنعمل حفرات في الارض عشان ندور على البترول. البترول يا جماعة لما بيطلع من الارض? هل بيطلع على شكل بنزين تمانين وتسعين وكده? طبعا لا. بيتحط جماعة على البترول في ابراج كبيرة. ركز كده حضرتها. ويبدأوا يسخنوا. يبقى ده البترول. فايه اللي بيحصل? اخف حاجة السولار. اللي بتحطه لعربيات النقس. يجمعوه في مكان لوحده. بعد كده لما يبدأ يسخن شوية. يطلع بنزين كام? تمانين. اللي هو بيتحط في العربيات الملكة العادية. بعد كده بنزين خمسة وتسعين. اللي بتحط في العربيات الملكة العالية شوية. بعد كده بنزين اللي هو ده طيارات. ده للطيارات. بعد كده يتكون في الاخر مادة لونها اسود اللي هي الزفت والاطران. انا قاسف يعني في التعبير. ده اللي بيستخدمه جماعة اللي هو الاسفلت. اللي هو يسفلته بالارض. السؤال بقى. الحاجات دي يا جماعة اتفصلت ليه? لانهما سيميلر in boiling point ولا different? يسخنوا حاجة تطلع. يسخنوا حاجة تطلع. يسخنوا حاجة تطلع. فاهمين يا جماعة? تخيل لو كلهم كان لهم نفس ال boiling point. هل كانوا يتفصلوا? استحالة. يبقى لو جيت قلت لك ليه باستخدم الكلام ده? في فصل البتروليوم. يعني ايه? يعني ليه باستخدم الحاجات دي في فصل البترول? على فكرة انا ممكن اهدى عليك عشان انت لسه ثاني حصة او اول ثاني. صح كده? لكن الا لو عملتك معاملة وحشة هنقول لك انا هتفضل الاخر في برد. تمام? انتوا قاعدين تتحضروا وتتكلموا. في حصة شغالة. اسمك ايه? ها? عمر يا عمر. عمر غنيل والباشا. انس ايه? الطحار. ممكن نركز? بعد اسمك. يلا شباب. ليه فصلت بيهم مكونات البترول? هقول due to the a? similar ولا different? different? different different a point? melting ولا boiling? due to the difference? between? ما بين? البويلنج ايه? حاجة صعبة جماعة? في صعوبة كده يا شباب? يبقى استأذن حضرتك ان انت تكون مركز في حصاتنا. انا اخدنا لحد دلوقتي جماعة كم حاجة? حاجتين? ملتنج ايه? point وبويلنج. هل تعرف الملتنج والبويلنج فيهم صعوبة? it is the change of matter from casasate to casasate by heating. solid liquid او liquid gas. اما لو جيت قلتلك melting point و boiling point. هزوت كلمة ايه في الاول? temperature. it is the temperature by which is the matter begin to change. كلمة melting point تقسمتلي المواد اللويل? هاي. مين شطر يرفع دي? يقول لي لو. لو melting point. كانوا تلات مواد. تلات مواد لو. تفضل? ice. قول تاني تعرف? wax. تمام. التالتة? better. bravo. اما البقيين الميتالز. اللي انا استخدمتهم في صناعة الالوي. كان عندي تلاتة الالوي. حد يفكر اي اسم منهم? سبيكة. تفضل? صابر جود دالوي. اللي هي في الديكوريشن. فريدة. تفتكري اي حاجة يا فريدة احمد? ايه الول? nickel chrome. nickel chrome. كنت باستخدمها في ايه فريدة دي? آآ كنا بنستخدمها في الـ heating coils. bravo. excellent. heating coil. تمام. كان عندي واحدة اسمها? آآ لا. نوت iron. فضل? الامونيوم او steel steel. اللي انا بستخدمها في الـ cooking boots. اما الـ boiling point انا قلت بستخدمها. عشان افصل الـ boiling point difference في الـ petroleum oil. طبعا ده منظر البورج مش عليك. ده بورج التجزئة. يحطوا البترول يا جماعة من تحت ويبدأوا يسخنوه. يبدأ يتقسم. كل مادة معينة تروح لطريقها. فهمنا يا جماعة? هل الكلام ده عليك? انا لخصت لك الموضوع بشكل كوميدي شوية. ان انا بستخدمه عشان افصل مكونات البترول. النقطة الاخيرة في حصتنا. اسمها? hardness. الصلابة. يعني الصلابة? هناخد الماتيريال اللي هي solid. متحد. ميرنا. مارين. صح صح. المواد الصلبة جماعة? العلماء الساينتيستيس اسمهم لتلاتة. اول حاجة. صوليد اند صوفت اتروم تيمبريتشر. يعني يا مصر صوليد اند صوفت. حد معاه هنا جماعة رابر. استيكا. 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 اي اي استيكا جماعة لو انت بسكتها في البيت. هتلاقي الاستيكا. خلاص. هتلاقي الاستيكا جماعة تقدر تتنيها. صح? الكورة لما بقاش فيها هوا خالص. البلونة ما فيهاش هوا. بتقدر تتنيها ولما تقدرش? تقدر. السؤال بقى. هل الكلام ده لازم تسخنه? يعني لازم اسخن الاستيكا عشان اتنيها? طبعا لا. ده هي solid and soft. بنفس الوقت. solid and soft. at مادة واحدة. احنا بنقولوا عليها استيكا لكن هي مش استيكا. الاستيكا اسمها جوما او اريزر. الربر ده يعني ايه بالعربي حد يعرف? مطاط. اللي هو مادة الكويتش. عارفيني الكويتش? خضرتك دي مادة. اكتر عالم واحد اختراحها او وصل لها. المادة دي جماعة. طبعا افادتني في حاجات كتير خالص. هتقول لي بالنسبة للالعاب الكورة. البلونة الاستيكا. كويتش العربية. تخيل كده يا جماعة كان كويتش العربية ده حديد. هل كنت حتقدر تتحكم ان انت تطلع منزل او تنزل? طبعا لا. يبقى ربنا سبحان وتعالى وصل لنا المادة دي. مادة مفيدة جدا لينا. المادة دي بتتميز ان هي يا جماعة عملها solid and soft. يعني قوية ومرينة. فين? في ال room temperature. وانا مسك الاستيكا عادي خالص. لكن في حاجات solid بس مصفت. السولد اللي مصفت دولت بيتقسم الحاجتين. solid وممكن تبقى soft by heating. اللي هي مستر زي مين? الحاجات اللي قدام حضرتك دي. لو عملتلك السهم ده. هو انت عشان تعمل او تعمل السلسلة او النيل او 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 او. من حتة الايرن او الجولد او الكبر. لازم اعمل ايه هنا جماعة? لو مسخنتش. هل الحاجات دي شكلها يتغير? استحالة. استحالة يتغير. صعب انه يتغير. فاهمين يا جماعة? صعب انه يتغير ليه? لان احنا عندنا شرط. عشان نحول السولد دولت. لميلت او لليكويد. لازم اسخن شوية. عشان اقدر اشكل. في حاجات ده اللي احنا هنختم بيهم الحصة. solid and they can't be soft by heating. استحالة يبقى صوفت. حتى لو سخنتوهم. اللي هم مين يا مستر? الكول والسالفر. كول بالعرب يعني? فحم. وسالفر يعني? كابريت. بص كده في البيت على عود الكابريت. اول ما حضرتك بتسخن الحتة اللي فوق. هل بتفضل موجودة قدامك? تلا اشت. اتحولت لرماض وطارت في الجو. طب حتة الفحم لو سخنتها ولعت فيها. هل بتفضل? بنتحول لرماض. يبقى هل انا ممكن في يوم من الايام اعمل من الكول? ينفع اعمل معلقة من الفحم? طب معلقة من الكابريت طبعا استحالة. لان الحاجات دي كان بي صوفت ولا كانت? كانت بي صوفت بيهيت. يبقى انا قسمت المواد لكم حاجة? تلاتة. الحاجة الاوانية. ها? solid and soft. اللي همين? مادة واحدة اسمها? رابر اسمها ايه? solid and can't be soft. ليه مين? ها? جولد سيلفر الامونيوم اي مثل. solid and can't be soft. طب الحاجات دي بستخدمها في ايه? بص بقى قدامك. ليه سكرودرايفر المفاك بيتعمل من الستيل iron? because it's very hard. هل ينفع اعمل الايه? ده جماعة من البلاستيك? اول ما هتحط كده وتبدأ تشتغل تفك مثلا مصبر ولا حاجة هيتقاطم صح? ده لازم يبقى صلب من ايه? من حديد قوي جدا. انا بتكلم على الهاردنس. طيب. ليه المباني بتتعامل بتاعتها من الايرن مش من الكبر. مع ان اللي اتنين solid. بس عشان الهاردنس بتاعة الايرن اقوى اللي اضعف. اقوى. ينفع حد يروح يشتري حب التحاس يبني بيهم? طبعا لا. فهو يشتري يقول لك ايه? حديد. انا هشتري الحديد عشان الصبه. ايه الحديد ده يا مستر? حقيقة قوية. لان الايرن اقوى من الكبر. طيب ما هو الكبر يا مستر صلب. اه بس الصلابة قليلة. لو جيت حملت بقى دور على دور على دور. ايه لا هيحصل العمارة? هتوقع. فهمنا يا جماعة? افهم مش احفظ. فكر الاول في الكلام. بعد كده افهمه. بعد كده اخلي الحفز اللي استيبت تالتة. اللي هو لما تروح لان احنا واحنا في الحصة. بنطبق على اللي احنا اخدناه. يعني مسلا تعال كده براحة. الملازم برا صح? سانية واحدة. بصك يا جماعة لو سمحت. احنا خلصنا بارت وان كله صح? وطبقنا عليه الحمد لله. مش عارف ليه بتاعتكم بالصلاة والله يا حسنا. احنا في صفحة الكام? ايوة ماشي بنعار في صفحة التالتة تقريبا صح? بصك يا جماعة. بصك يا جماعة. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. مجموعة لازهيزة. افتحوا الورد. الورد لعله وعسا ما يعلقش. اهو ما يعلقش الحمد الله. الورد بيطلع لوحد. احنا خلصنا جماعة بارت وان كاملا. بيطلع بارت وان كاملا. الورد بيطلع يا جماعة. احنا بصك يا جماعة. حضرتك عندك. المطر تشانج فروم وان استيت توانادر بيهيتنج. عندنا تعريف الميلتنج تعريف الميلتنج بوينت. كله عارفهم يا جماعة صح? هل حيبقى فيها تيمبريتشر? وما للتيمبريتشر بتبقى في الميلتنج ايه? بوينت برافو. طبعا عندنا الاكتيبيتي هتاخد طبعا بتاعها عشان تبقى عارف الاكزامبلز للماتيريالز. اللي هو ميلتنج بوينت زي ايس وواكس وفاتر. اما الهاي ميلتنج بوينت زي اي نوع من انواع الايه? الميتلز. تعريفات? لما يقول لك ما هي ميلتنج بوينت اقوى مثلا كزا? هتكتب تعريف. تعريف الميلتنج بوينت. ان التيمبريتشر بويتشيز ماتري تشينج فروم كزا توجزا اقوى كزا. بالرقم اللي عندك. طبعا الالويز تلاتة. عندنا الالمونيوم والستيل ستيل. وعندك الكابرالوي اللي هي الديكوريشن في الجيلاري. والنيكل كروم في الهيتنج كايل. تعريف الميلتنج بوينت. خلاص قلناه. وتعريف البيلينج بروسس. قلنا منستخدمها. اهيه. عشان نعمل سيمبريشن للكونبوننت بتريليم اويل. لانه هما سيميلر ولا ديفرانت؟ ديفرانت. مختلفين في البيلينج بوينت. ما نعودش جمع بعض تاني. عندنا انواع. الهاردنز تلاتة. في صولد ان صوفت اتروم تيمبريتشر الوال رابر. في صولد ان كان بي صوفت اللي هو بالميتلز. صولد ان كانت بي صوفت اللي هو الكول والسالفر. ونهينا الكلام بالليه باللايف ابليكيشن. اللي هو ليه بعمل من الايرن. والليه باستخدم الايرن مش الايه? مش الكبر في البناء. الاسئلة. ايوه حبيبي طيب هما غلاصهم. هيدخلك الملازم دلوقتي. ركض كلاسياتك. اه لو سمحت وبص على البورد. هنحل مع بعض الكمبيليت لحد ما الملازم تيجي. يلا جماعة من يحل معنا. حاول قدامك طبعا على البورد. كأن الملزمة بتاعت سياتك. تفضل يا حازم. الايرن. ملت Giving point is temperature At which add the molecular change from? ة اصدددددددددددaggio haoo SImity FLNưới. اصدددددددددددczyćrain change to gas, temperature, اياد, boiling point. نوعات و نوعات are substances that have low melting point. الواكس والأيس. انا بستنك كتير خالص. هواي النوعات و نوعات are from the substance which has high melting point. ايه? لا اهي اهي? كبر والامونيوم. يلا جماعة مين مستوبيان نقطة اللي هي المجوهرات. فضل. مش جولد لوحده كان جولد معه حاجة تانية. حد نفكره ما جماعة. فضلي. قبر جولد لوحد. هواي النقطة. انهي تنكويل. هاي تنكويل. فضل. غلط. نيكل كروم. ياريت حد من اللي عادين. نمبر فايف. نقطة is one from the solid substance that soft at room temperature. صولد ايه ان صوفت رؤية العصار. رابر. يالله قبل ما يوزعه الملازم. and the not become soft by heat. يعني لازم اسخانها عشان نحولها لصوفت. اي حاجة من المتالز. ايرنوي. ايرنوي كابر. انا الكمبيلت في ريكورد خلاص. من يحلم عنا اللي تشوز جماعة. doesn't melt by heating. ماي الاسطاوي. رابر. غلط. cool. الكل والسلفر. heating coil are made of. تفضل يا غنيم. اه. غلط. nickel chrome. الناس تصحصح يا جماعة. cooking band. اواني الطهي. بتتصنع من ايه؟ تفضل. اه لا الوراء. تفضل. ايوة انت حضرتك. اه. aluminium and stainless steel. Buc. تفضل يا عروة. stainless steel is considered the type of. sandra. alloy. separation of petroleum oil component. difference on. لا البارت بس. تفضل. boiling point. من يحل الراية scientific term. the temperature at which is substance. change from solid to liquid. temperature تبقى. melting point. ما هو melting بس غلط. هلش ليحمل. temperature at which is substance. change from liquid to gaseous. حاضر. تفضلي. boiling point. اللي حشوفه بيهمس. حطلعه مرة. سينتبك اللي بعدين يا جماعة يلا جماعة زيتمبراتشور اتويت سبستانس تشينج فروم صولد ليكويت تجاز حازم في الاولاين بوينج بوينج انا لوي از يوزد ان مانيفاكتشور افهيتين كويل لحد الوقتي الناس مش عارفة الاسم فضل نيكل كروم الالوي which used in making jewelry فضلي لا القدامك يا ارو اه كبراند جولد لو سمحت الهومورك بتاع النهاردة احنا لسه ما رجعناش الهومورك بتاع المرة اللي فاتت الهومورك بتاع النهاردة الجيف ريزون والمنشن وان اجزامبل والواتز منت بوي بس كده هكمل اخر صفحة كمل اللي باقي كمل اللي باقي مع هذا الصح